دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم حتقول في عشر ثواني سيجلب لك الرزق إذا دعوت بهذا الدعاء وأكرمك الله فذكر به إخوانك لعلك تكون ساببا في تفريج كربه وإزالة محنة فساهم بنشر هذا الفيديو وشاركنا في الثواب تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في الحقيقة أنا بحثت عن دعاء لجلب الرزق فوجدت أدعية كثيرة كني كنت أبحث عن دعاء صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرم الله وجدت هذا الدعاء الذي جربه النبي صلى الله عليه وسلم فانهال عليه الرزق في التو واللحظة تعالوا بنا لنتعرف على هذا الدعاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أضيافا أي جاء أضياف إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواج هل عندكم من طعام فقالوا لا ليس عندنا طعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت الدعاء مرة أخرى مش هيستغرق من حضرتك عشر ثواني اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت قولوا معي الآن اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت يا من تخاف من الفقر يا من عليك ديون قل هذا الدعاء قل هذا الدعاء الآن اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت فلما دع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء إذا بالباب يطرق فأهديت له شاة مصلية أي شاة مشوية يا لغرابة ويا للعجب من هذا الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له شاة مصلية في التو واللحظة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من فضل الله ونحن ننتظر رحمة الله وهناك أيضا أمور عامة تكون سببا في جلب الرزق كالاستغفار قال الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فأكثروا من الاستغفار فإن الاستغفار باب كبير من أبواب الرزق يا من أثقلتك الديون يا من صعبت عليك الحياة أكثر من الاستغفار فهو باب من أبواب الرزق من أبواب الرزق أيضا صلة الرحم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صره أن يبسط له في رزقه من صره أن يوسع عليه في رزقه وينسأ له في أثره أي يطول الله تبارك وتعالى له في عمره فليصل رحمه وعليك أم تختار أوقات الدعاء وإن كان باب الدعاء مفتوحا في أي ساعة من ليل أو نهار كما قال الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلا